وللمزيد حول تفاصيل مشروعي الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2019 ينضم إلينا عبر الهاتف وزير المالية دكتور عز الدين كناكرية معالي الوزير أهلا وسهلا بك أهلا بك مساء الخير لك أبي حمدان ولجميع الأخوة المشاهدين بداية معاليك تم تقدير إرادات الموازنة العامة للعام المقبل بحجم 8 مليارات و 610 مليون دينار إلى ماذا استندت الحكومة في تحديد هذا الرقم إرادات الضريبة بعد إقرار القانون شكرا يا سيدي يعني إحنا تقدير الإرادات عادة بتم في منهجية لتقدير الإرادات من أخذ النمو الطبيعي النمو اللي بيأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع للنادج المحل الإجمالي أيضا أخذنا في قانون ضريبة الدخل اللي سبق وأقرب وأخرب من مجلس النواب مجلس الأمة أيضا هذه الإرادات تتضمن إرادات ضريبية إرادات فر ضريبية وتتضمن هذا الرقم اللي منحكي المنح المالية بقيمة تقدرة بحوالي 600 مليون دينار يمع عليك هل هناك ضرائب جديدة ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي يتم تنفيذه الآن مع صندوق النقد يعني فقط لتطمين المواطن يا سيدي احنا يعني طبعا دايما في بين الإرادات والنفقات فجوة تمويلية فعادة نأخذها في الجانبين جانب الإرادات وجانب النفقات قبل أن نبدأ في أي إجراءات لابد أن نضبط نفقاتنا وأيضا نعزز إراداتنا من خلال مكافحة التهرب الضريبي فيما عدا ذلك بيكون هناك في إجراءات لكن لا يمكن فيما يتعلق بأي إجراءات أخرى إحنا أي إجراءات لن يكون هناك إجراءات راح تكون لها أثر مباشر على المواطن معليك ما هي توقعاتكم للمنح للعام 2019 مقارنة ب2018 وكيف سيؤثر هذا على العجز شكرا يا سيد المنح تقديرها 600 مليون دينار مقارنة في 915 مليون دينار في عام 2018 إحنا يعني دائما عندما تقدير المنح نقدر بشكل يكون موضوعي بيكون عندنا التزامات فيه فهذا الرقم هو التزامات لكن هذا لا يمنع إذا كان هناك أي منح إضافية فهي تدخل في الموازنة لكن هذا تقديرنا في هذا الوقت عند إعداد الموازنة عادة يعني السنة الماضية كان بعد إعداد الموازنة كان فيه ديارة منح لكن هذا المنح المضمونة فيما يتعلق في النفقات العامة أين تتجه بوصلة الحكومة في هذا البند وخاصة وأن هناك زيادة مقدارها 437 مليون دينار عن المعاد تقديره للعام 2018 نعم يا سيدي كما نعلم النفقات تقسم قسمين النفقات الجارية واللي هي معظمها رواتب وتقاعد وفوائد ونفقات تشغيلية ودعومات هذه كانت نسبة النمو فيها 3.3% فهذه يعني نسبة طبيعية تعكس نسبة النمو في الإرادات نمو في التقاعد نمو في الفوائد والدعومات دكتور بالحديث عن الرواتب هل سيتم زيادة لرواتب الموظفين؟ لا يا سيدي هي الرواتب الموظفين هناك زيادة طبيعية لكل موظف حسب نظام الخدمة المدنية فسيكون الزيادة حسب نظام الخدمة المدنية زيادة طبيعية التي تزداد لغاتب كل موظف ما هي الزيادة الطبيعية دكتور؟ هي حسب درجة الموظف نظام الخدمة المدنية هناك في حسب الدرجة ففيه هناك زيادة طبيعية تكون بحدود 2.7% هذه الزيادة الطبيعية اللي الموظف تنعكس على راتب وسنوي يعني تقديرات زيادة الرواتب في الموزنة نعم الزيادة الطبيعية اللي بيأخذها الموظف سنوي طبع ما هي مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز لعام 2019 هل هناك زيادة أم نقصان ولماذا؟ يا سيدة شبكة الأمان الاجتماعي بتوصل هذه السنة لحوالي 650 مليون دينار هناك رح يكون في منها للدعم بما في دعم النقدي والأعلاف رح يكون هناك لصندوق المعونة الوطنية هناك رح يكون صندوق المعونة 131 مليون رح تكون مخصصاته بزيادة 30 مليون عن العام السابق أيضا في المعالجات الطبية لغير المؤمنين حوالي 125 مليون هناك سيكون دعم سيستمر الدعم لمخصصات لصندوق دعم الطالب المحتاج دعم الجامعات مشروع تعزيز الإنتاجية وكما ذكرنا المعونات الأخرى المتعلقة بالتغذية المدرسية وغيرها دكتور دعم الخبز متى سيكون؟ الدعم النقدي يا سيدي يعني عادة نحط مخصصات لكن بعد أقرار الموازنة بصير التحديد وأيضا الأسس اللي بتم على يعني بشهر واحد اثنين 2019؟ احنا يعني هذه الموازنة حسب المواد الدستورية يجب أن تقدم غدا الموعد الدستوري لمجلس نواب ومن ثم بعد أقرارها من مجلس نواب الآن الفترة هي تصبح بصراحية مجلس الأخرى فيما يتعلق في موازنة الوحدات المستقلة ما هو الجديد بعد نقل موازنة بعض الوحدات إلى الموازنة العامة؟ يا سيدي احنا كما نعلم أنه هذه الجديد في الموازنة العامة لهذا العام أنها تضمنت موازنة 29 وحدة حكومية نقلت من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة وهذا للأمانة جانب من جانب الإصلاح الهيكلي وبعكس شمولية أفضل في البيانات المالية وتعزيز للرقاب الآن بعد نقل 29 وحدة سيبقى في الوحدات الحكومية 25 وحدة طبعا نحن نحكي كمرحلة أولى في مخططنا للعام القادم نقل أيضا وحدات أخرى إلى قانون الموازنة العامة دكتور أخيرا نتحدث عن الزيارة لصندوق النقد الدولي والتوافق بين الموازنة وصندوق النقد الدولي نعم يصيدي يعني المهم قبل الانتقال لصندوق النقد الدولي أنه إحنا هذه الموازنة ضمنة أولويات الحكومة أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين اللي بتعلق بخدمة الوطن مخصصات نفقات للتجريب والتشغيل الوطني أيضا راعة برنامج الإطلاح المالي اللي إحنا من نفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي فكما تلاحظ وكما ذكرت في تقريرك أخي حمدان أنه العجز سيبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعني تحسن كبير بالاتجاه التخفيض وأيضا المديونية ستنخفض إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي كما تعلم أن المديونية تقاس بالنسبة إلى الناتج المحلي كدين كرقم مطلق سيزيد بقيمة العجز لكن كنسبة من الناتج المحلي وهو يعتبر تطور إيجابي أنها أصبحت خططنا تتعامل في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وهذا طبعا ضمن برنامج الإصلاح اللي من نفذه بالتعاون مع طندوق نقل الدولي وزير المالية دكتور عز الدين كناكري شكرا جزيلا لك شكرا يا سيدي تسلم